تعال اتفضل معنا معي الدكتور احمد دكتور تغذية وهو بيفيبني عن اسباب النحافة. يعني مسلا بدل ما ناكل صمرة الفكهة بدل ما ناكل صمرة الفكهة نفسها لا نعملها على اية عصير. الشخص اللي عايز زيد في الوزن بننصحه بشكل مستمر حاول كل شيء تكون سهلة وسهلة في الهضم اللي ان الهضم يبقى عندك غالبا بايز. فانت او تصلح الهضم بتاعك زي ان انت تمضغ ببطء وتاكل ببطء. الاكل البطيء والمضغ البطيء. مشكلتنا ان الدنيا بتجري وكل حاجة بتجري معاها. حتى اما اه يعني اه حتى ما بناكل بناكل بدل ما بناكل عادي كده لا بناكل بسرعة. يعني كل حاجة بتجري حتى بنجري في الاكل. واحنا بناكل كده عايزين لنا عشان وراي الشوك المعين وعنده حاجات معينة لازم اخلصها. ساحة كده. فانا بس. اه فانا 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 بشكل بسيط جدا بقول لك. لو احنا عايزين نحل مشكلة لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجودة عندنا ممكن نعمل تحليل سور الدم كاملة. نعمل تحليل جبراز نعمل تحليل الغدة الدراقية. من خلالهم نقدر نتأكد هل عندنا مشاكل صحية. ما طيبش عندنا مشاكل صحية. تهي الموضوع ضغط نفسه. يبقى نركز على البيتامينات والاملاح المعدنية اللي انا قلت لك عليها. ممكن ناخد بعض المشروبات مثلا بتفتح الشهية. زي مشروب البابونج واليانسون والحلبة وهذه الاشياء برضو بتفتح الشهية. ومع شرب الشاي والقهوة ونحاول نراكز على العصائر الطبيعية. وممكن مسلا بعض الحاجات اللي اشتركوا في القناة